السلام عليكم تلاميذ العزاء تلاميذ الصف السادسة الابتدائي اليوم عندنا الأسئلة الوزارية وحلولها لامتحان العلوم التمهيدي أول شيء عندنا الإجابة عن خمسة أسئلة فقط وكسؤال 20 درجة السؤال الأول فراغات والثاني عندنا من مقصود ب السويداء الأضلاع الصيوان المواد الشفافة العدلة الجهاز العضلي السؤال الثالث عندنا مقارنة وباء اذكر اثنين من احتياطات السلامة في التعامل مع الكهرباء السؤال الرابع اختر الإجابة الصحيحة والخامس ما الذرة ومما تتكون باء اذكر السبب يعني التعليل هوني السؤال السادس أهمية الجهاز الهيكلي المادة المخاطية في الأنف العمود الفقري حال سؤال الأول الفراغات أولا فص ثانيا مختلفة ثالثا البشرة رابعا القسم الأمامي خامسا التكاثر الخضري سادسا خصوف القمار سؤال ثاني السويداء هي الغذاء المخزون داخل البذرة الذي يتغذى عليها الجنين ثانيا الأضاع هي عظام مقوسة تتصل من الأمام بعظم القص ويتكون منها القفص الصدري ثالثا الصيوان وهو تركيب غضروف مغطى بالجلد يحتوي على طيات ومنه تبدأ القناة السمعية الخارجية رابعا المواد الشفافة هي المواد التي تسمح بمرور الضوء من خلالها مثل الزجاج خامسا العتلة هي آلة بسيطة تجعل أداء العمل أكثر سهولة وتوفر القوة المبذولة وتسرع إنجاز العمل سادسا الجهاز العضلي هي أحد أجهزة جسم الإنسان يتكون من مجموعة من العضلات مختلفة الشكل والنوع سؤال الثالث أليف الجواب المواد الموصلة والعازلة هنا عدنا الفروقات بين عتم وبعدين ثانيا العضلات الإرادية واللا إرادية أيضا الفروقات بعدين تفاعل التحلل وتفاعل الاتحاد الفروقات أيضا بعدنا النقاط طلب من عدنا نقطتين بس فهذه هي ست نقاط نختار منه اثنين فقط سؤال الرابع الأختيارات أولا البرتقال ثانيا الحديد ثالثا الكيلورام رابعا يسار خامسا الشبكية سؤال الخامس أليف الذرة هي أظهر جزء من المادة تشترك في التفاعل الكيميائي والتكوى من النوات والألكترونات باء لحمايتها من الأمراض الفطرية والتعفم بعد زراعتها في التربة ثانيا لأنها تحتوي على جذور سؤال الثالث أليف الجهاز الهيكلي وفير الحماية والدعم والإسناد للجسم ثانيا المادة المخاطئة في الأنف ترطيب السطح الداخلي للأنف ثالثا العمود الفقري إعطاء الوضعية المنتصبة لقامة الإنسان وحماية الحبل الشوكي الذي يمر من خلاله باء الرابط الكيميائي هي قوة تربط الذرات معا وتوجد بين الذرات العنصر والمركب وبهذا كنت هنا من حل الأسئلة أتمنى تكون مستفدت من الحل وبالتوفيق والنجاح للجميع إن شاء الله ولا تنسوا اشتراك بالقناة وتفعيل الجراس ترجمة نانسي قنقر